سيدي قيادي في حركة الناهضة مرحبا سيدي ذا مستمعي شكرا جزيلا أنت مستشار سابق في عدد حكومات مستشار اقتصادي مرحبا أهلا وسهلا هل هو بيان سياسي أو بيان اقتصادي بإثني سياسي بمعنى هو أولا اقتصادي على اعتبار أنه كل أغلب الفقرات اللي فيه سواء في التشخيص وإلا في المقترحات والتوصيات هي ذات طبع فني بعض الخيارات وبعض المقترحات ومواقف ما لها تخللها البيان وهو سياسي على اعتبار أنه في الأخير هذا الميزانية الدولة وقانون مالية في كل سنة هو اللي يرسم الخيارات الاقتصادية الاجتماعية تنموية متاع بلاد خلال سنة إدارية معناها يلزم كي تقول موقف هنا سياسي سواء تقول أنا بش ندعم ولا ما ندعمش ولا تقول أنا نتفهم الصعوبات ولكن هاي المقترحات متاعي هذا هو المقترحات سياسية ثم الاختتام أنه ثم ضرورة لإدارة حواء اقتصادي اجتماعي تقريباً اليوم ثم عديد الأطراف اللي تسعى إلى هذا الحوار ولكن في تقديري الخاص معناها الأولوية اليوم هو في الإرادة في أنه تتخذ قرارات ونمضي في إصلاحات حقيقية لأنه اليوم الوضع وقت اللي يتأخر إصلاح وقت اللي أذكر أنه في وقت اللي يتحذف على الصناديق الاجتماعية كل سنة تتأخر إصلاح هي تراكم لي ديون وتراكم لي صعوبات ثم وقت اللي يلزم تقول ثم إصلاحات يلزمها تتعمل وهذه يلزمها مش كان فقط هندسة إجرائية وفنية ثم هندسة سياسية لإنفاذ الإصلاحات اليوم تحدثوا على الصناديق الاجتماعية مشينا خطة ولكن ما وصلنا هاش تحدثوا على المؤسسة العمومية ثم استراتيجية كاملة وصارت على ندوات وحوارات ومفاوضات مع الأطراف الاجتماعية ولكن ما معناها ابقينا في مرحلة التصور لكن لابد أن يتم إنفاذ الإصلاحات هذه في المدينة عمومية نفس الشيء هذا الجانب السياسي لكن في علاقة بالخيارات ما يفهموا من هذا البيان أن حركة النهضة مرت إلى ما بعد حكومة المشيشي أو على قلب حكومة المشيشي الحالي هذا ما يفهم ما يفهم أنه اللي عملتوه الكل كحكومة اليوم من قانون مالية تعديلي وقانون مالية نحن ما نش موافقين عليه ما نش موافقين على سياستكم ما نش موافقين على إدارتكم للبلاد ونصطفو إلى جانب الرافضين لسياستكم ولإدارتكم هذا ما يفهم من بيان حركتنا إذن هو بيان سياسي مغلف بعدد نقاط مالية واقتصادية لا أنا يبدو لي هذا الفهم معناها بعيد شوي على الماء بعيد برشاور بعيد شوي بعيد 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 لأنه أنا قلت لك من البداية أنه غالبية ما ورد في الوثيقة أو في البيان الختامي للدورة أولا هي كانت دورة إلى جانب الأعضاء الشورى والتنفيذي والكتلة البرلمانية شاركوا فيها مجموعة من الخبراء اللي أدلوا بيدلهم في بيان الإشكاليات الموجودة سواء في التمويل في الموضوع المديوني وارتفاحها ووصولها إلى حجم غير مسبوق معناها 100 مليار دينار الاحتياجات في السنة القادمة بتاع 19 مليار دينار معناها إذا كان السنة عدنا إشكال على مستوى الداخلي ونتفاوض مع البنك المركزي العام الجي لا العام الجي ولي إشكال 16 مليار دينار اقتراض خارجي في العادة دي ما في قانون مالية كل سنة وزارة المالية تقدم تصور كامل للمديونيين قول أراه في العام الجديد أراه ثم الفامي صندوق نقد الدولي البنك مانديال كاف دي بول في الاتحاد الأوروبي ثم تصور ثم جزء تلقاه غير مشخص ولكن ثم جزء من الاقتراض مشخص اليوم نلقى نفسنا في وضع يعني أغلبه هي شنو تطلب من الحكومة اليوم أنها تاخذ معناها قانون مالية تعديلي وقانون مالية تعاود رجحهم مرة أخرى لا شوف هو أولا بالنسبة للقانون المالية التعديلي السيغة تقريبا اللي الآن لجنة المالية نهاية التقرير المتاحة وحالاته لجلسة العامة جلسة العامة أخيانها رسبت معناها بش البيان الحكومة ثم بش يتم منقش الحكومة طلبت تأخير التأخير هذا بش تاخد وقت معناها للمراشعة ولكن اليوم ثم موضوع 2020 الثغرة المطلوب سدها من البنك المركزي البيان بيدو أشر لها هروا ثم حدود ماذا مش نجاوزها لأنه التمويل للبنك المركزي مضبوط بالقانون القانون معناها في الفصل 25 من قانون 2016 منظم للبنك المركزي يرخص معناها المهمة الأساسية متع البنك المركزي هو استهداف التضخم والمهمة الرئيسية هو المحافظة على استقرار الأسعار واستقرار العملة وعنده الأدوات المتاع وهي أدوات نقدية سعر الفايدة ويتحكم معناها في إعادة معناها سيد واحدة معناها اليوم في الوضع هذا البيان أشار إلى أنه أراه وصلنا نجو نلقاه حلول وسطة وفعلا معناها ثم احنا دفعنا إلى الحلول الهذية مش هي المطلوبة 11.4% نسبة عجز معناها كنا نخير وأن تكون تحت العشرة في المياه مش أدوشيفر تكون معناها في الأقصى 9% وفي حوار وفي حوار مع سيد وزير المالية وطاقم وزارة المالية كنا أشرناهم للمسألة هذه ولكن قالوا إحنا في وضع متاع حبوها كأنها تكون ميزانية تطهيرية معناها عدنا متخلدة سابقة هذا كم الكل نصفيوهم في عام واحد وهذه يقلنا مش مشكل معناه مش ممكن في سنة كبيسة أو سنة فيها إشكال في التمويل بالتالي موضوع 2020 تقريبا ثم وقع الوصول مش مشكل في سنة كبيسة شنو عليق سنة كبيسة لا معناها سنة فيها إشكال على مستوى التمويل تراجع الموارد الجبائية تراجع الموارد الذاتية وتوسع الأنفاق معناها الثغرة الكبيرة هذهك ما تجمش تجي في نفس السنة متاع الثغرة كبيرة فيها تراجع معناها بخمسة مليار دينار في الموارد الجبائية وتجي تقول اليوم أنا نحب نصفي الوضعية هذه هذية نجم تتصفى بالتدريج فقلنا لابد أنه تقع معناها برنامج كامل وطلبنا دي جافة البيان واضح الحكومة تقدم برنامجها للمرحلة المقلوبة مش ممكن عندكم قانون 21 اي انا نجيك هذي كنت حدث على قانون 21 قانون 21 حتى في وجه التوجه لا قانون 21 احنا حتى البعض منا من خبراء نسموه القانون محاسباتي معناها قانون مالية ما يحملش رؤية لأنه ديما قانون مالية تسبقوا رؤية خيارات برامج ومعنى يتنفذ في شكل معناها إجراءات جبائية ولا إجراءات لتنمية المواضيع سعيد بربي اللي يسمع فينا باش يفهمونا خاطر أنت بارك الله ما شارع ليك معناها فاهم المواضيع وكل نفهم الموقف بالضبط من عندك باش اللي يسمع فينا يفهمو اليوم بالنسبة لكم حالكة النهضة من خلال بيان مزل الشورى لإخزار البارح شنور مطلوب من الحكومة الآن في علاقة إجرائيا على الأقل في علاقة بقانون الملي ما الذي يجب أن تعدي له سؤال هو التعديل بالأساس هو في قانون الملي 2021 2021 فيه زوز جوانب جانب متعلق بالتوازنات وجانب متعلق بالإجراءات الجبائية ما الذي يجب أن تغيره في جانب التوازنات الفاني فاهم سعال أنه 2020 هو فيه إشكال كبير ولكن ثم إمكانية للوجود حل الحل هذي اللي هو ثم الثغرة هذي كمتاع السبعة مليار دينار اللي بقات معناها بيش تغطى بتدريجين عن طريق البتي سي معناها البون تريزور معناها الفترة محدودة ولا البتي عن طريق روفولفينج وثم الألف مليار اللي بيش تمشي لديوان الحبوب يتعدى تخلص بهم ديونها مع البيانا والبيانا تشتري بها ديبيتيا بها هي تسكر وتحسن في الاستخلاص 300 مليون دينار تقريبا يبقى كانت 3.2 مليار دينار هذه اللي البنك المركزي يقول وهذه اللي فهل للخلاف أنه البنك المركزي يقول أنا يلزمني ترخيص خاص في قانون المالية يتحط فصل خاص على أنها ترخص معناها البرلمان يرخص للحكومة لمرة واحدة لمرة واحدة لمرة واحدة وتكون أجالة الاسترداد وهذه حتى حتى في الصياغة معناها تحط في البيان أن تكون الاسترجاع يكون في كما صار في مصر هي معناها تسمى تسهيلات الخزينة في حدود 3.2 مليار دينار اللي هي تجيب 3.3 مليار دينار يعني أنه قانون المالية 2020 صحيح نحن اليوم ما نتنجمش تدخل فيه باش تقول أرى و باش ننجم من الموارد ولا نعم كذا 2021 2021 فيه قيما قلت تم زوج جوان الجانب المحاسباتي وإلا غلق الميزاني يلزم كما معناها إذا كان كانت الثغرة قبل في 10 مليار دينار طيب كنت حادثوا على الثغرة معناها أكبر بكثير معناها 19 مليار دينار ما يلزمش التعامل مع الوضعية هذه بسهولة يلزم استنباط طرق للاستخلاص أولا الاستخلاص الجبائي وتنميته فمجوز كبير مربوط وهذا كان مقترح دفع له من قبل وحتى قدمنا فيه معناها اقتراحات مكتوبة من 2007 و18 و19 اللي هو تعزيز إدارة الجبائية إدارة الرقابة الجبائية اليوم عندنا أكثر من 700 ألف ناشط اقتصادي وثم تقريبا 1800 إطار ولا عون رقابة جبائية هذي من جيمش يقوم بالعمل بشي حسن استخلاص هو كان ثم البرنامج على أنه 2000 2000 بشي تم إدخالهم وفي إطار إعادة الانتشار تعرف اللي ثم في الإصلاحات اللي موجودة في الإدارة وفي الوظيفة العمومية ثم الروفي فونكشونيل هذي متاع الوزارات اللي قاعدة تم وثم إعادة الانتشار اليوم أنت عندك تلقى ثم وزارات فيها كم هائل من الإطارات اللي هي ما تتشغلش معناها ولا تشتغل في الحد الأدنى بينما اليوم عندك حاجة أكيدة في بعض الوزارات الأخرى كما وزارة المالية في باب الاستخلاص هذا ممكن بالقانون هذا إجراء إداري هذا إجراء إداري معناه أحنا مش كان فقط ثم الجانب متعلقة بقانون مالي هو يلزم في البيانة عن الحكومة يقول موضوع الاستخلاص هذي همنا الأساسي تنجم قاتل حطين في القانون المالية متع 2021 أروا بشي يتم تنمية الموارد الجبائية بكثير من 5% بالمقارنة 2020 اللي هي سنة معناها صار فيها تراجع اقتصادي كبير أكثر من 7% وما ننسوش لمدخيل 2020 مدخيل الجبائية متع 2020 هي نتيجة 2019 نعم ما نحكي على 2021 اللي هي متع 2020 اللي هي تراجع فيها النشاط يعني الاستخلاص بيش يكون ضعيف هذه تولي أولوية تقول الاستخلاص كيما طويقة حط على 2020 أنا بيش نزيد نعم مجود في شهرين هذوما قبل ديسمبر 2020 نزيد 300 مليار أنا يلزمني نحط في الوجه متاع لأنه اليوم موضوع الاستخلاص الجبائي وللديون الجبائية اللي هي معناها سايبة هذه عند البعض منها كربونيزية معناها شركات سكرت وشركات فلسط وشركات واحدة واخترحنا من جانب آخر وبكري اسمعتكم تحكيه على السكوك وإحنا كنا تنويع مصادر التنويل ثم أولا على المستوى التنويل منذ أنه خرج القانون 2013 2013 لليوم النصص التطبيقية لم تسطر مربوطة بالإرادة صار حتى إصدار صار حتى إصدار صار كان ثم في الفطرة في 2017 حسين الله رحمه وسلم وسلم شاكر وقتها هو زير المالية كان ثم فكرة في أنه يتم إصدار وقتها من سيد قداش من المليار كانت تجربة أولى وكان ثم إسناد من البنك الإسلامي للتنمية فنية ولكن ما تمش لأنه صارت فوليميك وقتها تحدث على رادس ورصاد رادس والناس معناها الفهم من تعد السكوك رهنين رادس وقتها رهنين رادس وهي العملية لأنه هذه آلية جديدة في تونس جديدة ولكن هي آلية منتشرة في العالم اليوم الرئيس الحكومة البريطاني يقول اللي السكوك هذية علش حتى على المستوى العالم يتقال السكوك إسلامي يتقال السكوك ليس سكوك معناها تيرم معناها ولا مصطلح ولا مصطلح عالمي اسمها في روسيا وقع تمويل جسر أكثر من 700 مليار عن طريق السكوك أنا بنفسي أذكر في ماليزيا قبلت مؤسسة أمريكية ساتورنا مؤسسة معناها مختصة أمريكية هيش ماليزيا تشتغل في ماليزيا وفي كل دول العالم وقدموا وقالوا نجموا لتونس هذية اختصاصها هي في اللي سموها عملية التسكوك علش في بينكم نجزتوا الاتفاق مع الفمي عش ما تكلمتوش على عادة مش نجزنا حدثنا على أنه العملية اليوم والخروج وسوق المالية الدولية تعرف اللي تويك إحنا تراجع أم تترقيبنا السيادي معناها إحنا كنا في بي دو مع أفاق مستقرة ولا بي دو موان هذه متاع موديس تعفيتش البارح أولت البارح برك معناها كيف كيف بي موان معناها الأفاق سلبية الأفاق سلبية هذه تخلي خروجنا للسوق المالية الدولية فيها كل فعالة تفوت العشرة في المية معناها إذا كان ناخذوا من الفمي ولا بالبنك العالمي ناخذوا أموان دو بورسان معناها تاخذوا تاخذوا بنسبة فائدة ضعيفة اليوم خروجنا للسوق المالي الدولي اللي خرجنا في العوامل اللي فاتت دي ما تلقاه بين الخمسة والستة وستة ونصف عليش الحكومة تتأخر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي هذا اللي عليش دعينا الحكومة لأنها يزي ما تتعجل بأن توجد برنامج عليش علي أنه صندوق النقد ريت نتحدثوا دي ما احنا على شركات ووكالات الترقيم وما تحدثوش على الأفاق أهم جهة الترقيم بالنسبة للحكومات هي لفهمية وقت اللي تجي تعمل تتبقى في وضع مراجعة التقرير متع صندوق النقد الدولي يعتمد من البنك العالمي من البنك الفريقي للتنمية من الاتحاد الأوروبي من الكافة وبقية الممولين في الإطار معناه سيولو بلوم ملتيولاتيرا وكذلك المؤسسات المالية الإقليمية وين ثم ما ثمش برنامج يولي خروجك مباشرة عبر الترقيم هذوم متعامل كذلك الترقيم السيانية سيانية 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 مراجعته في عنوين سريعا بالنسبة للقانون المالية 21 على مستوى الموزنات المالية وأيضا على مستوى الإجراءات الجبائية والخطوات اللي يجب يخذوها للمطلبينها من الحكومة هل الحكومة تشاورت معكم اقتصاديا في تحذير وإعداد وتقديم قانون المالية لا 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 ما تمشي التشاور هو هذه ربما الثغرة الكبيرة على اعتبار لا لا 2020 لا 2021 تم التشاور فيهم وأول لقاء تم مع سيد وزير المالية كان بعد ما تمت إحالة معناها الوثاة المسروعين إلى البرلمان معناها ما تمشي تشاور التشاور صار بعد هذك اللي ربما قد إلى السحبة متاع ملاحظات هذه اللي تقدموا فيها للحكومة هل الحكومة استجابت اللي قاعدين تحكيوا فيه معه جملة النقاط اللي ذكرتها في بيان مجل الشهور هو إذا كان قبل لأنه صار قطلك اللقاء الأول مع الحكومة كان على أثر إصدار المشروع القانون المالية التكميلي التعديلي وصار تشاور ولقاء وقدمنا مقترحات من بين المقترحات أنه يقع التقليص في كل ما هي تصفية سابقة معناها بالتقليص ساكنت على ألفين تقريبا ملياردين دينار واللي وقع التقليص من 13.4 إلى 11.4% كنا نأمل أن يكون أكثر شوية لكن في الأخير وصلنا لهذا الاتفاق وفيه تشاور كذلك مع البنك المركزي سيد المحافظ معناها كذلك نستمعوله ولموقف ونتفهمه كذلك الحذر القانوني معناها من أنه يقع التساهل في التعامل مع التمويل المباشر للبنك المركز لأنه هذه حتى للزابونية السياسية فيما بعد لأنه إذا كان تغير القانون وبعد تلقى روحك في الزابونية السياسية فثم جملة من المقترحات اللي تفعلوا معهم وسحبوا تم سحب القانون صارت مراجعة وعاود بعد رجاع المجلس وعاود بعد رجاع وقانون المالي التعديلي حاليا لأنه صار كان على مستوى الفني لكن مزير ثم جلسة الكتلة هذا الأسبوع بش يزيدوا معناها ينضجوا للرأي على ضوء التوصيات كلنا نحكي على 21 قلت راه فما صعوبات في 21 لتمويل الثغرة في الميزانية بتقريب 19 أو 20 مليار مليار دينار بقل شوية من تقريب 40% من الميزانية هذه كلها ثغرة من 52 ولا 53 53 مليار دينار في 2021 52.7 52.6 فصل 7 إذا منهم 20 تدير 20 تدير معناها واحد ما عاشي نجمي معاشي نخل وصلنا المرحلة 92.7% نسبة منها تقلص في العاجز هذا نعم كيفاش نجم تقلص فيه مخترح واحد اثنين ثلاثة بسرعة بسرعة اولا اعتبرنا الفرضيات التي بنت عليها ميزانية 2021 متفائل طلبنا مراجعة الفرضيات حتى الـ 4% وموضوع نسبة النمو وكذلك سعر البرميل يعني كنشوفوا التقارير الدولية سعر البرميل مش يطلع مش 45 مش يمكن يوصل حتى الـ 55 وصحت الـ 60 معناها كتعمل واحد تبطر الى ميزانية تعديلية فقلنا من البداية يجب أن تكون ثم الفرضيات فرضيات واقعية ثم كذلك في موضوع البنك المركزي نسمى بالفرضيات المتشائمة البنك المركزي يعني بش تحتاجه لكن مش بش تحتاج له كما في 2020 لكن بش تبقى تحتاج له فلابد الموائمة بين السياسة الجبائية والمالية والسياسة النقدية بالتالي ثم مزيد التشاور بين البنك المركزي والحكومة وإذا كان ثم وإذا كان ثم 2.8 تدايون داخلي نعم حاتين 2.8 يبدو لي تدايون داخلي في 2021 لا لا ما كانش تقولك ما تماش احتياج كبير في 2021 احتياج الكبير وين هو في التدايون الخارجي هو في التمويل الخارجي 16.8 خاصة في ظل غياب في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي احنا هنا قلنا الحكومة لابد أنها تبدأ في مشاورات وتدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع الشركاء الماليين على أنها تتفاوض على برنامج جديد ويلزم هي بيش تتفاوض على برنامج جديد نكون عندها برنامج تعرف اللي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي تستبقى الاصلاحات اللي مش يطلبها صندوق النقد الدولي نعم تبدأ عندها أولا برنامج الإنفاق على المدى المتوسط يزيم واضح أنا أراه في 2021 مش نعمل كذا نسبة عجز مش نعمل نسبة مديونية كذا أراه في 2021 مش نعمل كذا 25 نعمل كذا معنى تكون ثم أفق واضح وهذا معنى الحاجات الأساسية كذلك قلنا لابد أن الحكومة تتوجه إلى محركات النمو الأساسية أيام اليوم نحكيه قلنا ما فرمتي على الميزانية كان هناك الاقتصاد الميزانية مو شو الاقتصاد الميزانية هذك متعلق بالدولة والدولة نتيجة الاقتصاد نتيجة للسياسات معنى يلزم تمشي للمحركات الأساسية ثم جزء من المحركات اللي هي متعلقة بالمتعطلة شوية ولا متعطلة ياسر كيما الفصفات وكيما النفط أو كيما الاستثمارات المعطلة وغيرها والسياحة وغيرها هذا هو اللي بشي يحرك الدولابة أولا يجيب موارد للدولة وثانيا هذا يجيب موارد للدولة وثانيا هذا يجيب يخلي البي بي متع البلاد يطلع حتى وقت يجي تفاوضه على فمي يقول أروا أنا الكروسونس متاعي يجيب كذا يجيب كتلة الأجور كتلة اليوم في العشرين ألف مليار يقول لك قديش نسبتها من البي بي وقت تبدأ نسبتها من البي بي عالي حجم الأجور من النجز دونك شيرزمك أنت مداب ذلك اتفاقيات واضحة مع الشركة الاجتماعية يلزم تزيد في البي بي دونك هذيك أحد ما نحسوش من خلال ما نشوفوه من الوزارات ومن برامج الحكومة اللي ثم سعي حقيقي ربما جزء منه لأنه مزلت حكومة جديدة ولكن ثم حاجة أخرى اللي هي متعلقة ربما معناها بالاختيارات متاع الناس اللي قايمين على هذه الوزارات الموضوع كذلك نقترحه اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد الميزانية للدولة يتم تخصيص الوطنسي بالخارج هذا مقترح عملي مقترح هذا ينجم معناها يجيب موارد للميزانية إصدار قرض رقاعي بمبلغ ألف مليون دينار بين السوق المالية والمؤسسات المالية لأنه اليوم وتطوير كذلك في نفس المقترح تطوير حساب الادخار في الأوراق المالية اللي يتم طرحه من القاعدة الضريبية في حدود المليون دينار معناها هذايا 60% يمشي للرقاع الخزينة و40% يمشي للاستثمار في السوق البديلة ونقطة أخيرة في هذايا في النقطة هذه هي مساهمة الأجانب في القروض الرقاعية محدودة بال30% كنا الرفع فيه اليوم نحن في وضع استثنائي نجم الرفع من 30% يمشي 50% هذايا موجود لا نتحدثه على ارتهان هذايا موجود بشيش جزء من السندات اللي بشتاقترضها الدولة بنسبة فايدة معقولة ويقعت استرجحها في مدوعة نعم موضوع السكوك احكينا فيه وهذا معناها قنا نخرج من كل ما هو تجاذب معناها إيديولوجي يعني أنه اليوم السكوك اللي هو آلية معتمدة في نفس الوقت سعيد وفي الأخر هنكمل بهذه أنه تدعي إلى حوار اقتصادي واجتماعي لا يستثني أحدا ما معنى لا يستثني أحدا؟ يعني أنه الحوار المطلوب هو حوار سواء كانت حدثه على المستوى الاقتصادي كل ما عنده علاقة بالشأن الاقتصادي كانت حدثوا على الاجتماعي كل الأطراف الاجتماعية وكانت حدثوا على الجانب السياسي كل الأطراف السياسية معناه بهذه الحوار اليوم الشعب اختار الناس في البرلمان الناس هذلك معنيين بهذا الحوار الحكومة هي أقرب جهة الآن لإدارة حوار اقتصادي اجتماع على اعتبار أنه الشأن هذا هو شأن حكومي بالأساس وثم أربيتراج عملت الأربيتراج هذا أنا شاركت في حوار قرطاج واحد وتوافقنا على بارشة قضايا لكن في عمومة في عناوين ما كانش تم برنامج تفصيلي قرطاج الثنين مشاو شوي للتفصيل مشاو شوي للتفصيل لكن في العقدة وين كانت العقدة كانت في الفصل الفصل هذلك 63-64 64 تغيير رئيس تغيير رئيس الحكومة تبلوكاغات البلوكاج ريتوين مش في أن نتفقه في الواحد اليوم رفوف الوزارات معبي بالبرامج اليوم اللي تساك معناها عندها التقديرات والدراسات اللي تطلبها البلاد كل الوزارات عندها برامجها وستراتيجيتها اليوم المطلوب هي الإرادة السياسية لتنفيذ هذه البرامج هذا هو اللي غيغيب اليوم مقتل تلقى في وزارة من وزارات نتحدث مثال الشراكة من الحاجات اللي اقترحناها تفعيل الشراكة بين قطاع العام وقطاع الخاص ثم 33 مشروع في الباي إلى حد الآن تنتظرش يقدر اليوم عندنا وزارة الشؤون المحلي والبيئة اللي هي وزارة منكوبة معناها صارت فيها إشكاليات وصارت فيها معناها تجاذب وإحالات معناها للقضاء اللي خليها بلوكي مش قادر تعمل حد شي في موضوع تثمين النفايات وإلا غيرها يكون برعاية وتحت إشراف الحكومة لا الموضوع هذا من يشرف عليه أنا ما نجيبش نستبق لأنه الموضوع في تار تشور في داخل مؤسسات الحركة لكن قلنا اللي راهي الحكومة هي أقرب جهة ما قلناش هي الجهة لكن نجب ونتوافق إحنا وبقية الأطراف على أن نقول وراء ثم جهة أخرى نجب و بشرط أنه ما جينيش مثلا انت حاج شغل يقول أنا ما نقعدش مع اعتراف الكرامة وما جيش مثلا رئاسة الجمهورية تقول أنا ما نقبلش قلب تونس مثلا هذا واضح واضح معنا نحن نحب أن الناس كلها تشارك لأنه في الأخير بيش يصوت على خيارات وعلى إصلاحات لأنه هذا كان يقول لك رأي الهنس السياسية للإصلاحات اليوم نجم تعمل أهم معناها تصور لإصلاح متاع المنظومة متاع الميل العمومية مشاركة حركة النهضة في هذا الحوار رهين وجود شركيها في البرلمان اعتراف الكرامة وقال تونس لا مش بالضرورة شركية نقول لا نستثني أحدا معناها مش مشاركة شركيها هذا سياسة السياسية لا لا القضايا الشائكة والوضعيات الاستثنائية تطلب حلول استثنائية اليوم قضايا معناها سقف بيشتيح الناس الكل مش بيشتيح حركة النهضة ولا بيشتيح على قلب تونس ولا بيشتيح على الاقتصادي المالي ما عندي حتى معناها بلوكاج وإلا رفض لأي طرف اتعامل مع كل الأطراف بيش نوصلوا لحلول والحلول هذية يزم جيها الي في الاخر بيش تعمل الاربيتراج وتنجم تخرج البلاد من الأزمة شكرا لك سريدان سعيدي بركة الله فيك وزير سابق خيادة بيحركة النهضة بركة الله فيك شكرا